من هو هيرودوس؟ طبعا في قصة الميلاد الجميلة قصة الفرح والسلام والاحتفال البهيج بهذا العيد لابد أن تصطدم بشخصية تعتبر الشخصية السيئة أو المتوحشة في هذا الظرف من الزمان ولسيما شخصية هيرودوس من هو هيرودوس؟ مسكور مرارا وتكرارا في الأنجيل وأيضا إذا زرت الأراضي المقدسة مثلا في أورشليم وأماكن أخرى لابد أن تعرف وتدرس عن هذه الشخصية وترى آثار وبصمات هذا الشخص اللي ترك طبعا بصمات كثيرة في كل مكان هيرودوس هو بالواقع شخص أدومي أو نصف أدومي وجزء يهودي أبو أنتيباتر وتزوج بامرأة نبطية عربية هيرودوس كان شخصية سياسية محنك سياسي كان ماكر وداهي جدا واستطاع أن يحفظ لفترة طويلة السلام والأمن في هذه البلاد ومن ناحية أخرى استطاع أن يرضي الرومان كان نافع للرومان ولسيما في فترة الحروب الرومانية والحروب الأهلية اللي كانت موجودة هنا في أرض فلسطين عين حاكم على هذه البلاد سنة 47 قبل الميلاد وفي سنة 40 قبل الميلاد نال اللقب ملك طبعا ملك على هذه البلاد الملك هيرودوس أو هيرودوس الكبير كما يسمي البعض كان الحاكم الوحيد على كل أرض فلسطين حتى يحافظ على الأمن طبعه وشخصيته كان مصاب بمرض الهواجس والشكوك وعندما كان يشك في أي إنسان كان يتخلص منه رجل عنيف رجل دموي قتل زوجته المفضلة مريمان وقتل أمها طبعا حماته اللي هي أليكسندرا قتل ابنه الأكبر أنتي باتر وقتل ابنين آخرين من زوجات أخرى على فكرة هو تزوج يمكن تسعة أو عشر نساء كما يقول عنه التاريخ وكان شخص عنيف وقاتل جدا إلى درجة غسطس قيصر قال عن هيرودوس خير أن تكون خنزير في حظيرة هيرودوس من أن تكون ابنا له في قصره وهذا طبعا دليل واضح على العنف والدم وحياة القتل اللي كان بمارسها هيرودوس لكن أيضا هيرودوس كان صاحب منشآت عمرانية كثيرة هنا في أورشاليم بنى الهيكل اللي كان يعتبر تحفة العالم القديم وبنى أيضا قلعة أنطونيا اللي كان بيجي الحاكم الروماني في أيام الأعياد وبنى قلاع كثيرة منها قلعة مسادة قلعة الهيروديان قلعة المكاور مكايروس اللي هي حاليا في الأردن حيث قطع رأس يحنى المعمدان هناك وبنى طبعا قصارية على البحر الأبيض المتوسط وبنى ميناء تحدى الطبيعة وبنى ميناء عظيم حتى طبعا يسيطر ويستولى على كل التجارة القديمة من خلال هذا الميناء لأنه كان هذا الأرض تربطها الطرق الرئيسية الرسمية الرومانية واستطاع هيرودوس بحنكته السياسية طبعا يسيطر على كل الوضع هو نفس هيرودوس اللي قتل أطفال بيت لحم وطبعا في آخر حياته كان مصاب بمرض شديد من دمامل وقروح وأمراض داخلية كانت رائحته كريهة وكان في قصره في أريحة وهناك مات ودفن في قلعة الهيروديان واكتشفوا قبره سنة 2007 هذا بشكل مختصر عن هيرودوس الكبير لكن أكيد رح يكون لنا فرص حتى نتكلم أكتر تفصيل عن حياة هذا الشخص